اخلط خمسة فصوص من الثوم مع عودين من الجرجير بهذه الطريقة وضعهم في هذا المكان كل ليلة قبل النوم فهذا المزيج معجزة خارقة سيغير حياتكم يعالج البروستاتا يقوّل جسم سيجعلك بقوة ألف حصان يعالج أمراض القلب والتهابات الكبد يحسن مستويات السكر في الدم يعالج ضغط الدم وسوف تستعد شبابك وصحتك حتى لو كنت تبلغ من العمر سبعين عاماً ولكن قبل أن نبدأ فضلاً وليس أمراً صلي على النبي وادعمنا بإعجاب لناستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات وإذا كنت تناولت الثوم أو الجرجير ولو لمرة واحدة في حياتك نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وادعمنا بإعجاب وأشترك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحباً بكم من جديد ليكن طعامك هو دواءك وليكن دواءك هو طعامك هذه كلمات شهيرة للطبيب اليوناني القديم أبو قراط الذي غالباً ما يدعى أبو الطب الغربي ولقد اعتاد في الواقع أن يصف الثوم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصعبة والثوم هو نوع نباتي عشبي ثنائي الحول من جنس الثوم من الفصيلة الثومية وتنتشر زراعته في جميع أنحاء العالم ويتشابه كثيراً مع البصل والكراث والكراث الأندلسي والثوم المعمر والبصل الصيني واستخدمه الإنسان منذ أكثر من سبعة آلاف سنة موطنه الأصلي يعود إلى آسيا الوسطى وكان غذاء رئيسياً لوقت طويل في منطقة الشرق الأوسط ويستخدم كالتوابل في آسيا وإفريقيا وأوروبا كان معروفاً عند المصريين القدماء واستخدم لأهداف الطهي والعلاج أما بطلنا الثاني في هذا الفيديو هو الجرجير ويعد الجرجير نباتاً مائياً معروفاً بفوائده الكثيرة والجرجير عبارة عن أوراق خضراء غالباً ما يتم إهمالها على الرغم من أنها تحتوي على مغذيات قوية أوراقها الصغيرة المستديرة وسيقانها الصالحة للأكل الجرجير هو جزء من عائلة البرسيكا من الخضروات والتي تشمل أيضاً الإكرونوب براعم بروكسل والملفوف كانت تعتبر ذات يوم من الحشائش وقد تمت زراعتها لأول مرة في المملكة المتحدة في أوائل القرن التاسع عشر ولكنها تزرع الآن في أحواض مائية في جميع أنحاء العالم وكما يحتوي الجرجير على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسادة الموجودة فهو غني بفيتامين ألف المعروف أيضاً باسم الريتينول وهو مهم للحفاظ على صحة شبكية عينك ورؤية جيدة الحصول على ما يكفي من فيتامين ألف ضروري أيضاً للحفاظ على صحة أعضائك لأنه مهم لانقسام الخلايا وصفة الثوم والجرجير خمسة فصوص من الثوم حزمتين من الجرجير خمسين جرام من زيت الزيتون ثمرة ليمون ربع لتر ماء عشرين جرام من عسل النحل طريقة التحضير نقوم بهرس الثوم وتقطيعه إلى قطع صغيرة ونقطع ونفرم حزمتين البقتونس ونخلطهم مع الثوم نضع زيت الزيتون ونقطع ثمرة الليمون ونضيف ربع لتر الماء ونخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج ناعم ومتجانس ومن ثم صب المشروب في أكواب التقديم مع إضافة عسل النحل حسب الرغبة فوائد الثوم والجرجير تعد خصائص مزيج الثوم والجرجير كمضاد للالتهابات وللأكسدة وللسرطانات بسبب مادة الأليسين والذي جعل هذا المزيج فعال أيضاً في الوقاية والعلاج من التهابات وتضخم لبروستاتا وأشارت بعض الدراسات احتواء مزيج الثوم مع الجرجير على مادة السيلينيوم والتي لها تأثير في الوقاية من سرطان لبروستاتا والآن سنختم مقطعنا معكم بالحديث عن أفضل وصفة سهلة يمكن استخدامها لتحضير هذا المزيج المكونات عشر فصوص من الثوم حزمة من الجرجير وفنجان صغير من زيت الزيتون وملعقتين عسل نحل طريقة التحضير نقوم بفرم الثوم وهرسه إلى قطع صغيرة ونقطع حزمة الجرجير إلى قطع صغيرة ومزجها مع الثوم وإضافة زيت الزيتون وعسل النحل والخلط جيداً للحصول على مزيج متجانس وتناول منه ملعقة يومياً قبل النوم مرض السكري هل يمكنك أكل الثوم مع الجرجير؟ إذا كنت تعاني من مرض السكري يمكن لمعظم البالغين تناول مزيج الثوم والجرجير بأمان بالنسبة لبعض الناس يمكن أن يكون التذوق أو الرائحة أو البهارات مشكلة تقليدية ولكن كان مزيج الثوم والجرجير موصبه للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة وضغط الدم المرتفعة وقد قلل استهلاك هذا المزيج أيضاً من الإصابة بأمراض القلب وهي حالة تؤثر على ما يقرب من 80% من مرضى السكر بشكل عام يعد تناول هذا المزيج بالمقادير المحدودة آمن على مرضى السكري إنقاص الوزن قد تكون من الأشخاص الذين لا يعلمون أن مزيج الثوم والجرجير له فوائد لإدارة الوزن فإنه طعام كثيف المغذيات للغاية ففي كوب واحد من هذا المزيج يحتوي على أربع سعرات حرارية فقط ولكنه يوفر العديد من العناصر الغذائية وإذا كنت تحاول إنقاص الوزن فإن إضافة هذا المزيج المغذي ومنخفضة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي يستحق التجربة بالتأكيد فالثوم والجرجير من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية التي يمكن أن يساعد هذا المزيج على الشعور بالشبع مقابل عدد قليل جداً من السعرات الحرارية مما قد يساعد في إنقاص الوزن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان مزيج الثوم والجرجير مليء بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى المعروفة بكونها مضادات الأكسادة القوية مثل معظم مضادات الأكسادة تم ربط الكاروتينات بتقليل الجذور الحرة في الجسم يؤدي هذا إلى تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل مخاطر تلف الخلايا والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى مثل التهاب المفاصل تحسين صحة القلب يساعد تناول مزيج الثوم مع الجرجير في دعم صحة قلبك فقد تم ربط مضادات الأكسادة الكاروتينات على وجه الخصوص بخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحتى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتشير الدراسات المبكرة إلى فائدة أخرى لصحة القلب بأنه هذا المزيج الصحي يساعد في خفض نسبة الكولوسترول في الدم تقلل من ضغط الدم أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مسبب للوفاة في العالم يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أهم العوامل المسببة لهذه الأمراض وجدت الدراسات البشرية أن مزيج الثوم مع الجرجير له تأثير كبير في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم دعم صحة العظام يعتبر مزيج الثوم مع الجرجير مصدرا ممتازا لثلاثة معادن مهمة لصحة العظام الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم الكالسيوم هو أكثر المعادن شيوعا في جسمك إذا لم تحصل على ما يكفي فقد تضعف عظامك ببطء بمرور الوقت مما يؤدي إلى هشاشة العظام يؤثر المغنيسيوم والبوتاسيوم بشكل غير مباشر على صحة الهيكل العظمي من خلال التأثير على نمو الخلايا العظام يمكن أن يساعد استهلاك ما يكفي من هذه المعادن في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات هشاشة العظام والشيخوخة صحة العين يحتوي الجرجير والثوم على كاروتينات اللوتين وزيكسنثين الضرورية لصحة العين يعتبر هذا المزيج أيضا مصدرا جيدا لفيتامين سي الذي قد يحمي من اعتام عدسة العين تنشيط الجسم الجرجير والثوم هما مصدران للنترات الغذائية والتي تم ربطها بتحسين الآداء الجسدي والصحي فيعمل هذا المزيج على زيادة إنتاج هرمون التستسترون في الجسم وهذا الهرمون يساعد الرجال والنساء في الحفاظ على ما يلي كثافة العظام توزيع الدهون في الجسم زيادة قوة العضلات وكتلتها زيادة نمو الشعر إنتاج خلايا الدم الحمراء الكلسترول والدهون الثلاثية يحسن مزيج الثوم مع الجرجير مستويات الكلسترول مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكن أن يخفض مزيج الثوم والجرجير من الكلسترول الكلي والكلسترول الضار ويساهم في تقليل خطر الكليسترول الضار في الجسم LDL بنسبة 40% ويحسن مستوى الكليسترول الجيد في الجسم HDL بنسبة 30% الوقاية من مرض الزهايمر والخرف يساهم الضرر التأكسدي من الجذور الحرة في عملية الشيخوخة ويحتوي مزيج الثوم والجرجير على مضادات الأكسدة التي تدعم آليات حماية الجسم ضد الأكسدة وتثبت أن التناول ملعقة واحدة من مزيج الثوم والجرجير تزيد من إنزيمات مضادات الأكسدة لدى البشر وكذلك تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم والآثار المشتركة لخفض الكليسترول وضغط الدم بالإضافة إلى الخصائص المضادة للأكسدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة مثل مرض الزهايمر والخرف مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة